البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما قرر تقديم دعم عسكري للمعارضة السورية بعد إثبات استخدام الأسلحة الكيموية الإدارة الأمريكية أشارت في المقابل إلى أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن فرض حضر جوي على سوريا كما أنها امتنعت عن الإدلاء بتفاصيل حول كيفية الدعم العسكري للمعارضة في أولى ردود الفعل على القرار الأمريكي اعتبرت روسيا أن الاتهامات الأمريكية حول الأسلحة الكيموية غير مقنحة فيما دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أندرس فوغراس موسان دعا دمشق إلى ضرورة إبداء تعاون أكبر مع الأمم المتحدة في هذا المجال من الضروري أن يسمح النظام السوري لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيموية لازلت أعتقد أن الحل السياسي هو الطريق الصحيح للموضي قدما الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد شددت موقفها من النزاع السوري متهمة النظام الأسد باستخدام أسلحة كيموية ضد شعبها موسيقى موسيقى